وقال الرئيس السيسي أن مصر بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين فور اندلاع الأزمة مشيرا إلى تقديم مصر مساعدات إغافية عاجلة للسودان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السودانية فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين ننضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاسية عجلة تضمنت مواطن غزائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية وود أن أؤكد هنا أن مصر ستبزل كل ما في وسائها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها المليم من أبنائه خلال ثوراته المجيدة في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المنحة للسودان عبر الأراضي المصرية ترجمة نانسي قنقر